شديد التساع صباحا ومعدنا مع مجلس الأهم الأنباء مع دينة فضال يدي شكرا لك جمانة التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجلس الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العالم يمر الآن بأزمة لم يشهدها منذ عشرات السنين مضيفا أن الحكومة ترى في هذه الأزمة فرصة للعمل على الإسراع في بعض المصارات المهمة وعلى رأسها قطاع الصناعة والتصدير تأكيد مدبولي جاء خلال اجتماع نعقدهم مع رؤساء ومسؤول المجالس التصديرية بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بأحداث نقلة نوعية في حجم صادرات المصرية وخلال الاجتماع كالرئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بالتعاون والتنصيق مع المجالس التصديرية لأداد ورقة عمل عامة يكون هدفها مضاعفة الصادرات على أن تكون هناك ورقة عمل خاصة بكل مجلس تصديري على حدة وكلف مدبولي بسرعة الإعلان عن الأراضي الصناعية المتاحة وألية التخصيص بنظام حق الانتفاع وأكذا ألية الشراء ونظام السادات وإجراءات تيسير الحصول على الترخيص قال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينيسكي إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا وأضف ميدينيسكي مصشر الكريمن المسؤول عن المفاوضات مع كييف أن تجميد المحادثات كان مبادرة من أوكرانيا معتبرا أن الكرة أصبحت الآن في ملعب كييف وجرت مفاوضات بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي لكنها لم تحرض أي تقدم يذكر حذرت تيكييف من وضع مؤلم وصعب في مدينة سيفيرو دونتساك وهي واحدة من آخر المدن الكبرى في مقاطعة لهانسك الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية وأوضحت السلطات الأوكرانية أن المدينة أصبحت ماريو بول جديدة على حد توصيفها مشيرا إلى أن القوات الروسية تحاول تطبيق المدينة الاستراتيجية في محاولة للسيطرة على كولي لوهانسك وأضافت السلطات الأوكرانية أنه تم تدمير جسر في سيفيرو دونتساك مما زاد من صعوبة إجلاء الأشخاص وجلب الإمدادات أكد مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن جاثب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى قوات مسلحة أوروبية لضمان أمنه وأوضح بوريل أن البيئة الأمنية الجديدة تظهر أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل المزيد من المسئولية عن أمنه واعترف بوريل أن مخزون المعدات العسكرية لدولة الاتحاد قد استنفد فيما يتعلق بتقديم المساعدة لأوكرانيا مشيرا إلى أن ذلك هو أوضح مثال على أوجه القصور في دفاع الاتحاد الأوروبي عن الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل على شراكة اقتصادية جديدة في أسيا والمحيط الهادئ تشمل 13 دولة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا في توكيو وخلال المؤتمر شدد بايدن على أن شراكة بين واشنطن وتوكيو تتعمق على مر الأعوام ومن جانبه أكد كشيدا أنه اتفق مع رئيس الأمريكي على تعزيز مجالي التعاون والدفاع بين البلدين وصلت طائرة شحنة عسكرية إلى الولايات المتحدة حاملة أو الشحنة من حليب الأطفال من أوروبا وذلك لمعالجة النقص الحاد وقال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض براين ديزي إن شحنات أخرى من الحليب المجفف ستصل قريبا على رحلات أخرى وتواجه الولايات المتحدة نقصا في حليب الأطفال منذ عدة أشهر بسبب مشاكل الإنداد وإغلاق أحد المصانع بعد سحب منتجات يشتبه في تسببها بوفاة رضي عين ولجى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة للمساعدة في زيادة الأمدادات من حليب الأطفال قالت منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بمرض جدر القردة لدى البشر ارتفعت إلى 92 حالة وأكدت المنظمة أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي وفايات مرتبطة بهذا المرض وتنتقل عدوى جدر القردة وفقاً للمنظمة الصحة العالمية عن طريق الاتصال الوثيق بشخص مريض وبالتالي يمكن أن يصاب به الجميع ولا يوجد علاج للجدر القردة الذي يتعافى منه المصابون عموماً بشكل طبيعي وتستمر عوارضه بين 14 و 21 يوماً نهاية مجازقة ساعة فاصل نور لحظة لكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر